التوقيت الزمني الذي تجري فيه زيارة الوفد الروسي إلى بغداد يسبق زيارة وفد الحكومة العراقية إلى واشنطن حاملاً معه دراسة للنقاش على الطاولة الأميركية فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على البلاد والتي يعاني العراق حقيقتها بفعل الصراع الأميركي الإيراني روسيا التي صرحت على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف بضرورة إعفاء العراقات الثنائية من العقوبات المفروضة من قبل الغرب وضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية تعكس رؤية تعزيزها المحور الرباعي في المنطقة أي روسيا، العراق، إيران والسوريا التي وبحسب محللين يرون تقارباً وثيقاً يخدم مصالح متبادلة سيما مع ما يبحث عنه العراق من طرق جديدة تضمن انتعاش اقتصاده وتجارته من وجهة نظر عراقية فإن مراقبية العلاقات الدولية يؤكدون ضرورة تنوع بغداد في علاقاتها الخارجية وعدم الإنكفاية على اتجاه واحد يتمثل بالتعاون العراقي الأميركي أما من وجهة نظر غربية فالصراع الدائر بين قطبي المعادلة الروسية الأميركية لن يكون سهلاً على بغداد أن تقطف ثامرة انفتاح عراقي روسي سيما مع الموقف الواضح قبل أشهر والذي تمخض عنه لقاء القمة الثلاثي الذي جمع بين روسيا وإيران وتركيا ومع هذا فإن ضمانات يبحث عنها الغرب تتمثل بضرورة قطع الطريق على أدرع جهات خارجية في العراق وضمان تقييد إيران من تنفيذ مخططها التوسعي في المنطقة أما العراق في تلك المعادلة يبحث رسمياً عدم زجه بتصفية حسابات خارجية على أرضه كما يبحث الشارع العراقي عن سيادة دولته بإبعاد النفوذ الخارجي أيًا يكن من التدخل في أوراقه الداخلية